واحد بيقول أنا عندي 32 سنة كتب اسمه متزوج من ثلاث أسابيع وعنده بيقول أنه كان حتى قبل الزواج بأسبوع هناك من أشار عليه بموارسة أو الموارسة العادة السرية حتى يستطيع عندما تزوج أن يقيم علاقة جنسية جيدة ده هو بيقول كده ألوله كده وأصبح بيقول لكن للأسف بعد الزواج اكتشفت أثناء أداء العلاقة الجنسية أنني لا أستطيع أن أجعل زوجتي تستمتع نظرا لأنه عندي سرعة في أداء هذه العلاقة السؤال هنا هل في علاقة تبي لحالتي؟ هو كده بين هو أنا فهمت دلوقتي سؤالي في الأول ما كنتش فاهم الجزء الأول بس هو الحقيقة هو مشخص الوضع يعني ووضع أنه هو واضح أنه هو شباب يتكلمه مع بعض طب أنا عندي سرعة طب أنت كان عندك أنا كمان طب أنت عملت إيه طب أنا حتجوز طب إيه الوضع طب بتاع ففي الحالة دي هم بيشيروا أو هم أصحابه أشاروا عليه أنه هو يقوم بالعدة السرية في نفس يوم الفرح أو قبلها بيوم علشان لما بيكون في أداء العدة السرية في وقت قريب من الأداء الجنسي ده بيطول المدة علشان بيبقى مرتين ممرسة وربعة تعتبر فده بيبقى المدة التانية المرة التانية بيبقى المدة أطول شوي فدي كانت إحدى الحيل يعني اللي هو بيعملها علشان المدة تطول هو فوج أنه هو يعني المدة ما طالتش إلى حاجة ومش قادر يوصل زوجته للمتعة والقصر عنده سريع خلينا هم حاجتين مش قادر يوصل زوجته للمتعة ده بدري قوي نحن نتكلم في حاجة زي كده لأنه البنت أساسا هي مخلوق مش شهواني مش جنسي فهي لازم تعتاد الأول على العلاقة وتقوم بها بشكل مريح وتبقى مبسوطة بيها قبل ما تبتدي تتطور إلى أنها تشعر بالمتعة في العلاقة فهذا بياخد معها شوية أسابيع يعني وممكن يقعد شهور عند بعض البنات الجزء الثاني أنه هو سريع القذف ما زال سريع القذف بيقول في علاج لحالته طبعا 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 في علاج لحالته لأنه دلوقتي خلاص بقى تعرفت العلاقة ما بين سورة القذف وما بين ضعف الدورة الدموية فإحنا لو بس شخصنا أنه في ضعف دورة دموية هنقدر أنه نعرف كمان نعالجها إزاي ونقويها إزاي وبالتالي بعد الممارسة المتكررة أو المنتظمة خلاص سورة القذف هتبطي تختفي والدنيا تبقى كويسة إن شاء الله سورة القذف هي مرتبطة بممارسة عدد السري يعني هل العدد السريع تؤدي طبعا ضعف دورة دموية برضو الشباب اللي بيسمعونا فاهمين إن ده له أثار جنبية سيئة مش إيجابية الإفراد فيها يعني هي أحيانا بتكون مجرد إفراغ للشهوة عند الإطرار فدي حاجة بتبقى خلاص يعني في إطار الطبيعي أو المسموح لكن في شباب بياخدوها تسلية يعني أنا كان لسه عندي الأسبوع ده شاب بيقولي أنا بعشقها يعني قال كده اللفظ ده فبعملها كذا مرة في اليوم حتى لو مش عايز حتى لو مش محتاج حتى لو بتاع فطبعا هو كان شاب عنده حاجة بتلاتين سنة وجاي عنده ضعف شديد شديد في الجنس يعني يعني أنا قلت له لو أنت عندك حتى سبعين سنة كنت حقولك أن أنت برضو ضعيف فما بالبقى شاب عنده حاجة بتلاتين أو في أولى التلاتينات كان ويبقى عنده يعني الضعف الجامد قوي ده لأنه هو أفرط قوي قوي فيها وبالتالي أنهك الأنسجة بتاعته والأعضاء والغدد والأنسجة الانتصابية وكل الحاجات دي محتاجة أن هي تاخد نفس زي أي حاجة في جسمنا إحنا لو ما ارتحناش ما نمناش ما نقدرش نبقى منتجين فكمان لما تخيل بقى أن كل ما مثلا واحد ينام حدي صحي كل ما احنا ينام حدي صحي في الآخر خلاص حيتداعى مش هيقدر يكمل شكرا